للمزيد من العطاء يرجى الاشتراك بالقناة ودفعي لزر الجرس مرحبا بكم في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية بالعربية درسنا اليوم هو لزاد جيكتيف فوسيسيف صفات الملكية هذه الصفات تسبق الاسم لتدل على امتلاكه وتتوافق معه نوعا وعددا والآن سنتعرف على صفات الملكية التي تخص الشخص المتكلم أي أنا أولا مون تسبق الاسم المفرد المذكر والمالك هو أنا مثال مون فيس اي جولي ابني جميل هنا نلاحظ بأن كلمة فيس ابن اسم مفرد مذكر والمالك هو أنا لذلك قلت مون فيس اي ابني ننتقل لصفة الملكية الثانية التي تخص الشخص المتكلم وهي ما ما تسبق الاسم المفرد المؤنث والمالك هو أنا مثال ما فواتيغ اي روج سيارتي حمراء هنا نلاحظ بأن كلمة فواتيغ سيارة اسم مفرد مؤنث وأنا التي أمتلك هذه السيارة لذلك سأستخدم الأداة ما ننتقل لصفة الملكية الثالثة التي تخص الشخص المتكلم وهي ما ما تسبق الاسم الجمع سواء كان مذكر أو مؤنث والمالك هو أنا والآن سنأخذ مثال على اسم الجمع المؤنث جي أبليي مي كلي نسيت مفاتيحي هنا نلاحظ بأن كلمة كلي مفاتيح هي اسم جمع مؤنث وأنا التي أمتلك هذه المفاتيح لذلك قلت مي كلي مفاتيحي سنأخذ مثال على اسم الجمع المذكر كتبي ممزقة هنا نلاحظ بأن كلمة ليفغ اسم جمع مذكر والمالك هو أنا كتبي ننتقل الآن لصفات الملكية التي تخص الشخص المخاطب أي أنت أول صفة ملكية هي تون تون تسبق الاسم المفرد المذكر والمالك أنت مثال أباك لطيف هنا نلاحظ بأن كلمة أب أو كلمة بيغ أب هي اسم مفرد مذكر وأنت الذي تمتلك هذا الأب لذلك قلت أباك ننتقل لصفة الملكية الثانية التي تخص الشخص المخاطب وهي تا تا تسبق الاسم المفرد المؤنث والمالك أنت أيضا مثال أمك كريمة هنا نلاحظ بأن كلمة ميغ أم اسم مفرد مؤنث والمالك هو أنت أي أمك لذلك قلت ننتقل لصفة الملكية الثالثة التي تخص الشخص المخاطب وهي تي مثال تي بروفيسور سون شيفو ني أساتي ذاتك مخضرمين تي تستخدم للاسم الجمع المؤنث أو المذكر والمالك هو أنت هنا نلاحظ في هذه الجملة أن كلمة بغوفيسور هي اسم جمع مذكر والمالك هو أنت لذلك أقول تي بغوفيسور أساتذتك والآن نتعرف على صفات الملكية التي تخص الشخص الغائب أي هو أو هي أولاً سون تصدق الاسم المفرد المذكر والمالك هو أو هي مثال يرتتي بول قبعته هنا نلاحظ بأن كلمة بول هو شخص غائب وهو الذي يمتلك القبعة أي ملكية القبعة تعود للشخص بول لذلك قلت بأن بول هو غائب كلمة قبعة هي اسم مفرد مذكر نستخدم الأدات سون والآن ننتقل لصفة الملكية الثانية التي تخص الشخص الغائب وهي سا مثال سافي أجولي ابنته جميلة هنا نلاحظ بأن كلمة في ابنه هو اسم مفرد مؤنث والمالك هو لذلك قلت ابنته ننتقل لصفة الملكية الثالثة التي تخص الشخص الغائب وهي سي مثال سي فغير سونطولي إخوته مهذبين هنا نلاحظ بأن كلمة فغير أخوة اسم جمع مذكر والمالك هو لذلك قلت إخوته ملاحظة لتجنب التقاء الحرفين الصوتيين بين الصفة أو بين صفة الملكية والاسم نستخدم استفادة التالية مثال هنا نلاحظ بأن كلمة إيكول اسم مفرد مؤنث وكلمة مون تستخدم أو صفة مون تستخدم للاسم المفرد المذكر ولكن هنا وضعناها هنا منع الالتقاء الحرفين الصوتيين ننتقل للمثال الثاني سون أدغيس عنوانه هنا نلاحظ بأن كلمة أدغيس هو اسم مفرد مؤنث والصفة سون تستخدم للمذكر ولكن هنا وضعناها منع الالتقاء الحرفين الصوتيين والآن نأخذ المثال الثالث توني دي فكرتك هنا نلاحظ بأن كلمة فكرة هو اسم مفرد مؤنث ولكن استخدمنا صفة بملكية تون منع الالتقاء الحرفين الصوتيين سنأخذ الآن مثال خاطئ يوضح هذه الفكرة مع ايكول مدرستي هنا خاطئ أن نستخدم صفة الملكية ما لأنه لاحظنا وجود حرفين صوتيين بجانب بعض وهذا خطأ باللغة الفرنسية والآن ننتقل لصفات الملكية التي تخص المالك نحن أول صفة ملكية هي نوتغ نوتغ تسبق الاسم المفرد المذكر أو المؤنث والمالك نحن مثال نوتغ ايكيب اغانييلو ماتش ربح منتخبنا المباراة هنا نلاحظ بأن كلمة ايكيب فريق أو منتخب هي اسم مفرد مذكر والمالك نحن لذلك قلنا منتخبنا ولم أقل منتخباتنا ننتقل لصفة الملكية الثانية التي تخص المالك نحن وهي نو تسبق الاسم الجمع المؤنث أو المذكر والمالك نحن مثال نو بروفيسور نو بروفيسور سان جانتي أساتذتنا لطفاء هنا نلاحظ بأن كلمة بروفيسور أساتذة هي جمع ونحن الذين نمتلك هؤلاء الأساتذة لذلك قلنا أساتذتنا ولم نقل أستاذنا وهذا الذي يميز صفة الملكية نو عن نوتر ننتقل لصفة الملكية التي تخص المالك أنتو وهي فوتر فوتر تسبق الاسم المفرد المذكر أو المؤنث والمالك أنتو مثال فوتر أمفان إي أمبيسيل طفلكم أحمق هنا نلاحظ بأن كلمة أمفان طفل اسم مفرد مذكر والمالك هو أنتم لذلك قلت طفلكم ولم أقل أطفالكم ننتقل الآن لصفة الملكية الثانية التي تخص المالك أنتم وهي تسبق الاسم الجمع المؤنث أو المذكر والمالك أنتم مثال مشاريعكم ضرورية لجعل الحياة سهلة هنا نلاحظ بأن كلمة بغوجي مشاريع هي اسم جمع والمالك هو أنتم لذلك قلت مشاريعكم ولم أقل مشروعكم ننتقل الآن لصفة الملكية التي تخص المالك هم أو هن أولاً لغ لغ تسبق الاسم المفردي المذكر أو المؤنث والمالك هم أو هن مثال لغ آخر صفة ملكية تخص المالك هم أو هن وهي لغ لغ تسبق الاسم الجمع المؤنث أو المذكر والمالك هم أو هن مثال إنهن يشاركنا أفراحهن هنا نلاحظ بأن كلمة جوا هو اسم جمع يعود ملكيته إليهن لذلك قلت أفراحهن ولم أقل فرحتهن شكراً لخسني سماعكم يرجى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات